للألعاب الإفريقية التي سينظمها المغرب شهر وشهر المقبل لقاء بالرباط دمر رؤساء الليجن والاتحادات الإفريقية للوقوف والتوقيع على المسات لاحتضان هذه التظاهر القرية بالحق بهاتم محمد تونينا بعد الاجتماع الأول الذي انعقده هنا بمدينة الرباط قبل أزيد من شهر مرة أخرى حضرت عاصمة المملكة اجتماعاً تانياً بحضور وزير الشباب والرياضة وكل رؤساء الاتحادات والليجن الإفريقية وذلك استعداداً للألعاب الإفريقية التي ستنظمها بلادنا شهر غشت القادم الجديد في هذه الألعاب أنه فيه 17 نوع من الألعاب المؤهلة للألعاب الأولمبية 2020 هي ستكون مناسبة بالنسبة للأبطال المغربة والفرق المغربية لكي تلعب داخل أرض الوطن تكون عندها حدود لكي تلعب المغرب إن شاء الله في الألعاب الأولمبية الدورة الثانية عشرة من الألعاب الإفريقية التي سيحتضنها المغرب شهر غشت القادم إلى غاية الأسبوع الأول من شهر شتنبير ستعرف مشاركة أزيد المستة آلاف رياضي سيتنفسنا في 26 رياضة من 17 رياضة مؤهلة للألعاب الأولمبية الأداء المميز حتى هذه اللحظة وهو الحقيقة معانا في كل خطوة من اللي بتتعمل جايب مجموعة من الناس الحقيقة يعني محترفة وتستطيع أنها تتعامل بشكل كويس جدا ما عنديش أدنى شك أن المملكة المغربية ستنظم دورة تجعلها من الصعب على باقي أي دولة تانية تنظمها هذه التظاهر الرياضي الكبرى الألعاب الأفريقية ستنظم في مدن الرباط سلة تمارا الخميسات المحمدية البيضاء ثم الجديدة وستكون مناسبة هامة لكل أبطال لاحتكاك والاستعداد أكثر للألعاب الأولمبية توكيو 2020